الامريكان لديهم فلان لديهم خطة انه العراق لازم نرجعها انه اول مرة حتى نرجعها انه لازم نقص اذرع ايران من هي اذرع ايران؟ الميليشيات اولا ثم القوة السياسية الموالية ومجموعات اخرى تحلوبية تحت ماك وتحت الطاولة فاسدين وتجار ظلوا كلهم في سياق الاطار اهنان الشور راح نجي لازم نجيب اولا واحد بعيد عن ايران الى حد ما بعيد عن القوة الاسلامية وبالذات الاسلام السياسي الشيئي هذه القوة بدأت تشعر انه ايران كما ذكرنا قبل سنتين انا وانت انه بدأ زمن التخلي انه ايران تريد تتخلى في ذلك شو تحاول تفتح خاط من تحت الطاولة والامريكان وتفتح خاط تحافظ علاقة هوية لانه هي خاسر الشعب العراقي وتعرف انه الشعب العراقي منتفى عليها اصلا لان هي فرضت بالسيادة هي قتلت ابناء العراق انا اقصد المجموعات الجرامية الميليشياوية اللي تستر بغطاء الدين والمذهب هذا الامر اجقى اني حاول كمحاولة اخيرة مش عندك واحد مريض على فراش الموت وتطيح ابايا وتطيح كذا تعرف كيف تيائس منه اجاي هيك محاولات